نعم سوف نتعرف على طريقة كيفية حل مشكلة الخدمات لأياما لكم باتختون على طبط العدادات بعدها سوف نقوم باتختون على تطبيقات ثم سوف نقوم بنزول الأسفل والبحث عن تطبيق Google Maps بعدها سوف نقوم باتختون على إيقاف الإجباري ثم سوف نقوم باتختون على الموافقة بعدها سوف نقوم باتختون على مكان التخصين ثم سوف نقوم بالضغط عن مساحة تخصين مؤقت بعدها سوف نقوم بإيقافة عدد تشغيل Wi-Fi خاص بكم ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر Google هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق Google Maps سوف نظهر على هذا الشكل وعندما تجدون هنا تحديد قوم بضغط عليه سيئة من تحديد تطبيقكم Google Maps وبهذه الطريقة نكون وقد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة